تلقى رئيس عبدالفتاح سيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من محمد لبنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتدادا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مثمنا في هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة السيد الرئيس في دعم ليبيا خاصة عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية وتوحيد الجيش الوطني الليبي فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا من جانبه أكد السيد الرئيس أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد وأضف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهدت توافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي بالتوازي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ أي تسوية سياسية